اشتركوا في القناة جديدة في لعلهم يعقلون والباحث الدكتور محمد شحرور في مشروع القراءة المعاصرة المتصلة المحتفية بهذا التنزيل الحكيم حنا دكتور قفلنا موضوع الولاء والبراء وتعرضنا لقوله تعالى لا تجدوا قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله بس أبي أثني بالآية الكريمة في سورة العراف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة طيب ألا تصب هذه الآية في تأكيد المفهوم السائد الولاء والبراء أبدا قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وش علاقة هذا بالولاء والبراء الأولي الأمر هم المشرعون يعني لا تأخذوا شرائع اليهود والنصارى والطبوة يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء بمعنى أنه لا تحتكموا إلى شريعتهم وإلى قوانينهم أولياء هم التشريع يعني المقصود بلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من هما أولي الأمر مننا طيب أولي الأمر منكم ماشي أولي الأمر منكم يعني لا نروح لأولي الأمر منهم أبدا أولي الأمر منهم يعني أنت إذا شرائعهم ما بتنسبك لا تأخذها ما لون علاقة لأشخاص ما متألا أشخاص يعني أنا مثلا بالطريق بيوقف شرطي شرطي لابس ونيفورم يعني هذا أنا بحترمه وأبقف له يعني هو بحترمني إذا أجل لي وقف أقف لأنني أنا أوطيع القانون إذا الشرطي حامل مسدس مو لأنه حامل مسدس أنا بطيع صح ممكن ما يكون حامل مسدس ممكن ما يكون حامل بس توطيعوا لأنه يمثل القانون القانون هذا معناه أن السلطة التنفيذية لا يحق لها أن تشرع أطلاقاً وش معنى تشرع التنفيذية والتي تشرع السلطة التشريعية وبعد يكون مفصلة عن بعضهم والسلطة التشريعية لا يحق لها عندها عنف لا يوجد عنف لا عنده بوليس ولا عنده يعني هو بالمناسبة لحتى أعطيك مثال واحدة بالأحادية الله وحده لا شريك له هو الوحيد الذي يملك السلطة التنفيذية والسلطة الترشعية والسلطة القرائية لا إله إلا الله لا أحد يملك هذه السلطة لا أحد يملك جميع السلطة بهذا الشكل إلا الله تعالى وفرعون وفرعون ادعاها يعني ادعاها فأخذ الله نكال الاخرة والأولى وقال أنا ربكم معلاء فأخذ الله نكال الاخرة والأولى يعني الأولى الربوبية والآخرة الأولوية لأنه ادعاها الربوبية والأولوية ما أريكم إلا ما أرى وما أهدناك إلا سبيل الرشاة أليس لي ملكم الكروع هذه فأخذ الله نكال الاخرة والأولى لأنه عنده السلطات تلعته وفرعون ليس عاقب السحرة ليش عاقب السحرة لأنه آمنتم له قبل أن آذن لكم مو لأنه آمنوا برب موسى لأنه ما أخذوا إذن قبل أن آذن لكم بس انتبه مو لأنه آمنوا برب موسى قبل أن آذن لكم يعني أنتم لازم تأخذوا إذن أنه نحن رب موسى حذبنا ممكن نؤمن فيه ولا لا كان ممكن إلون إيه هذا من ادعائه للربوبية والألوهية التي عاقبه الله عليه عاقبه إذا بدك تأخذ الساوي بدك تأخذ إذنه يعني ولذلك عاقبه الله عقابه مضاعفة نكال الآخرة والأولى كل واحد كل نظام الأوحادي المثالي يعني كأوحادي هو يملك السلطات الثلاثة وهي يملك بالحزب الواحد يعني بالحزب الواحد ما ممكن فتلت نأتي للردة كواحدة من لأنه يعني في سياق حديثنا عن الدولة الوطنية وعن الدولة المدنية وعن شكل المواطنة ثم دور السلطة في الدولة الوطنية الحديثة في إدارة خلنا نقول في الإدارة باتجاه تحقيق السعادة نعم أصلا هي مهمة الأساسية الأمن والسعادة لأنه لو غاب الأمن أو السعادة صاروا الناس في عذاب إما عذاب مع دمار أو عذاب بدون دمار طيب أنا ليش نبدأ أخذ الردة يا دكتور لأنه وصلنا إلى شكل العلاقة الدينية بين الدول وإحنا ذكرنا أنه شكل علاقة بينهم إنما هو قائم على المصالح والقيم والقيم وقلنا أنه القيم بين الشعوب القيم بين الشعوب كثقافات أما المصالح والتدافع بين الدول ولولا دفع الله الناس يعني تدافع تنافع صح هذا الشيء صميح صح وهذا القائم وقد تؤدي هذا المصالح تبادل المصالح والتدافع قد يؤدي إلى حروب طيب وهذه الحروب ليس في سبيل الله ليش له دمت صوامع وبيع وصلوا لأنه كان معناتها لو كان في ملة واحدة كانوا ألغوا الملال كلها هاي الشغلة ولولا دفعوا الله الناس هناك بعضهم معناتها فيه دائما التدافع والتنافذ على كل الأرضية موجود لا يلغى وهذا اللي خلى وبالمناسبة بالمجتمع الاشتراكي الشيوعي ألغوا التدافع بيننا بين الأفراد وهذا ضلال التنافذ الاقتصادي والغيام أصبح ركود هذا الخطأ الجوهر اللي في نظرية كارل مارس طيب كيف تدير الدولة الوطنية المدنية المسألة الدينية في داخلها الدولة الوطنية المدنية هي دولة القانون وليس دولة الفتوى هاي بدأت تكون جدا واضعة الدولة المدنية هي دولة القانون وليس دولة الفتوى يا دكتور شخصيتها طيب وثقافتها هي دولة إسلامية يعني هي خلنا نقول دولة أفرادها مسلمون وحكامها مسلمون وأجهزتها مسلم لا هي دولة فيها ملال قد يكون من الواحدة قد يكون ملال فيها قوميات قد تكون قومية واحدة قد تكون قوميات ولكن فيها القيام الإنسانية عند الجميع والقيام الإنسانية هي مرجعية الدولة والمجتمع هي مرجعية الدولة والمجتمع يعني المرجعية الأخلاقية هي مرجعية للدولة والمجتمع طيب ماشي كمّل يا دكتور هي دولة القانون وليس دولة الفتوى وشلون هذا يتحقق لأنه دولة القانون دولة القانون مثل ما قلت أنه القانون ممكن يتعدل كل عشر سنين طيب الفتوى صارت بإسم الدين لأنه طيب ألا يعتبر هذا تخلياً على المسألة الدينية أطلع أتلعك في أربع أمور في أربع أمور بالتشريعة وليس بالقيام حطهم تنزيل حكيم نقل السروة كل الدول العالم ما في كلمة إسلامية كلها والعقوبات والعقوبات كل دول العالم متبعتها نفسها والأسرة الزواج والطلاق والحرب والسلم والحرب والسلم هذول موجودين بالعالم كله طيب هو المصحب أعطيك فيه طيب ما عليش هديتور ما عليش كيف نجيب على القول بأن الدولة الوطنية المدنية الحديثة هي دولة القانون وليس دولة الفتوى كيف نرد على أنه في هذا نوع من الإزاحة للمسألة الدينية لا نوع من الإزاحة لمبدأ الفتوى لمبدأ؟ الفتوى طيب العلاقات المصرفية كان في مصارف وقت لجع الفقر الإسلامي العلاقات المصرفية البنكية إلا ما كان فيه طبع طيب أخذوا تعريفات الريبابو هلاد هالي صارت بالقرن الثامن التاسع بدين يطبقوا لهم ما في الطبع أموشوش اضطروا اضطروا بس يحطوا الاسم المحتوى واحد المحتوى المصرف البربوي المحتوى نفسه بس حطوا اسم تاني وهذا ينسحب يمكن على كل شيء حتى على الزواج والطلاق يعني ليش دولة القانون لأنه دولة القانون كتير مهمة لأنه إذا كان في الدولة فيها دستورة أنه كل عشر سنوات لازم معاد ناظر بأي قانون هذا ليس معيبا للدولة هي شهر إيجابية جدا فالمفروض يعني أنا إذا عددت القانون موعد أنه لا تلبس يعني القوانين والتشريعات والتنظيمات لا تلبسها لبوسا دينيا فتقع في حرج تغييرها جدا بينما هي بشكلها التنظيمي والقانوني لا يتحرش بتعليل القانوني يعني خليني أقول لك كواحدة من التجارب مثلا في الخليج ممكن تلاقي بلد السعودية لما رات البحرين اليوم يقوم بإنشاء جهاز ماء ولا هيئة ماء مثلا بعد سنة وسنة ونصف وجدوا فيه تداخل في الأخطاصات يقوم بحلها ووضع اخطاصاتها طيب بناء على ما ذكرت الحياة الديناميكية أيوة طبعا والحياة الديناميكية التي تضمن الحركة التي هي مجافية للسكوت نعم اللي هو يؤدي إلى الوقوع في الإثم طيب أبرز يعني نحوش كتير مهمة الدولة المدنية دولة تعتمد على القانون ولها مرجعية أخلاقية اللي هي القيم الإنسانية الموجودة في التنزيل يعني ممتاز لها هذا الكلام كويس يا دكتور خلنا نقول لها هي التي تحتكم للقانون ومرجعيتها القيم الإسلامية نعم خلنا نقول إسلامية لا وحتى القوانين هالي جايب المصحب عن طبقوة والقوانين الموجودة ما أخوذها من روح التنزيل لا من التنزيل من التنزيل صح هنا فرق صح لأن التنزيل الحكيم إجا لأن تقوم الساعة فيه مرونة مرونة يعني أنت كم احتمال عندك بين الوصية والأرض ممكن ساوي 2% وصية أو 8% أو 3% وممكن العكس ممكن العكس مئات الاحتمالات يعطيك يا هون الخيار إليك التنزيل الحكيم قال لك ما هو الثابت واشتغل في منطقة المتحرك من المتحرك طيب في المنطقة العربية دكتور إذا كان ما صار هالإزواجية بين الفقه والقانون هاي الإزواجية كلياتنا عايشينا كلياتنا لأن الفقهها كتروا المحرمات بالحسب صار الإنسان يخاف أنه القانون سامح يبرك يحرام ما هذه مشكلة هون وهي مشكلة المسلمين بأوروبا يعني أعطيك مثال بأوروبا كتير مشكلة وين سؤال واتقال حرمت عليكم المدسل التودم ورحمة الخنزير هاي محكمة بالتفصيل سؤال قل لا أجد فيما وحيه لي محرمة طعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دمن مسموحا أو لحم خنزير قال لك كلمتين لحم خنزير هذا من المحرمات وقال لك اليوم أحيلا لكم الطيبات وطعموا أهل الكتاب حلون لكم وطعموا أهل الكتاب حلون لكم وطعموا أهل الكتاب حلون لكم جملة وحده بس لا تعملت مشكلة فيها طيب في موضوع ممكن هيتكرر في المنطقة العربية كثير حتى يعني في العالم الإسلامي في موضوع إدارة الدولة المدنية للمسألة الدينية يبرز موضوع حرية الآراء الدينية وأبرز محاورها أو منفاتها أو عنوينها موضوع الردة خلني أبأخذ بعد الفاصل حياكم الله من جديد موضوع الردة هون بدنا ناخد الردة عن الدين كما جاءت في التنزيل الحكيم والردة كما فاهموها بالتراث كما هي قايمة في التراث أمر مختلف سما ومفهوم الردة التاريخي الموجود في كل بلاد العالم موجود لليوم ما فهمت مفهوم الردة التاريخي هذه في عنف اللي في عنف نعم أولا أن الردة المذكورة بالتنزيل الحكيم هي الردة فردية يا أيها الذين آمنوا من يتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبونهم أدلة على المؤمن عزة على الكافرين يجاهلون في السبب الله ولا يخافون ولهم تلعب ذلك غضل الله يأتيهم من يشاء الله واسعون عليهم طيب هذا عميكي عن الردة فيه عدام هنا فيها إيش عدام فيه لا حتى ما فيها عقوبة يعني يعني عقوب طوب الأخرة يعني شو العقوبة لأيها وش معنى من يرتد منكم عن دينه يخلعوا بيعة الإسلامي من عنقوبة لا أعطيكم لا مثال واضح الله يرحمه جمال البنة ذكر أسماء حتى ويتحكى عن الردة الفرزية جمال البنة نعم الفقريب والمفكر المصري اللي دوفي من ثلاث سنين نعم سنة 13 2013 لحمه الله كان من المجددين ذكر أسماء ناس هاجروا من مكة على المدينة مع الرسول عليه الصلاة وارتدوا ورجعوا على مكة لا ارتدوا يعني تركوا النبي إنه ما عدبتنا ارتدوا عن الهجرة ولا ارتدوا عن لا ارتدوا عن الدين ورجعوا لقوريس أشركوا يعني رجعوا لقومهم النبي عليه الصلاة فتح مكة ما سأل وينهم ليش ويتقال لك لا يكره في الدين قد تبين الرزي بن رعي قبل إيمان بالله فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله يعني حت كفر بالطاوت قبل إيمان بالله وش معنى الطاوت الطغيان الطغيان المستمر في كل الأمور في كل شيء لحظة كيف يعني الطاغوت مش مشخص الطغيان بقى بكل أنواع لأنه هذا لأن الطغيان ما في شكل واحد ولا في وقت في طغيان ووقت ما في طغيان الطغيان ظاهرة مولودة على قول مستمرة حقا بلا يكره في دين حق كفر بالطغيان والإيمان بالله العروة الوثقة أن من يؤمن بالله يجب أن يكفر بالإكره ماذا هي الآية؟ لا يكرهها في الدين بالنفس الآية أن من يؤمن بالله يجب أن يكفر بالإكره أولا لا أولا حتى قبل يؤمن بالله ومن يكفر وتغطوه يؤمن بالله شوف التحضر شوف العالمين ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله أن هذا رابط لا يمكن فكه الذي هو بين الكفر بالطغيان والإيمان بالله يعني يعني بين لا إكره والإيمان بالله هذه عروة لا تنفصل عروة وثقة لا تنفصل لا إكره في دين قد تبير رجل لا سبب هذا يعني يعني لا سبب الفيطر بالمجتمع في مؤمن وفي ملحد كذا بس المؤمن يحترم الملحد والمحب يحترم المؤمن يعني هي الدولة المدنية دولة ضبط لدولة قمع يعني خلنا نقول وظيفة الدولة المدنية هي إدارة التنوع هي ضبط الحياة وإدارة التنوع ممتاز وهي ضبطها ما في قمع حتى يكون التحول عامل ثراء وليس عامل فرقة وتناهى نعم هذا والنبي عليه الصلاة الردة الفردية صارت في زمانه وما عاقبها حتى طيب المعنى اللي قررناه لا حكو حروب الردة لا يعني خلينا قبل حروب الردة لأن حروب الردة لا في شغلة تانية اسمها الاستهزاء لا نبنجي للاستهزاء لكن حروب الردة هي صارت بعد النبي عليه الصلاة وربما أنها من الردة الجماعية طيب لكن في موضوع الردة الفردية الآن اللي شائع بالفق ما في واحد يجي يقول أنا مرتد يعني قليل يعني غالبا الردة هي تخريج من قبل سلطة فقهية مع صح ورح أجب لك الأمثلة بالحياة تماما أول شيء بالردة الردة اللي فيها قتل هي بالضرورة لها معنى سياسي لها معنى لها ساب ظهرت بعد رسول الله يعني هي ليس شيء من التنزيل لا 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 ما لا علاقة وحتى أبو بكر استعملها وله حق في استعمالها وله حق في استعمالها وهلأ في البلاك ليس بالردة الجماعية كثير نحن بدنا نكون واضحين جدا بمفهوم الوعي السياسي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء اسمه وعي السياسي ملا يعني أنا بجعا مخاطب الناس نحن في يعني هلأ الوعي السياسي بإنجلترا إنه هلي بد يصير رئيس وزراء بريطانيا بوعيه بده يدخل بحزب العمال أو المحافظين وبده يصل لزعامة الحزب وعايز يشغل حزب الانتخابات ويأخذ الأكثرية بصير رئيس وزراء في غير هيك يعني هلي بده مو في غير هيك هذا واحد السياسي هذه من الضروريات اللي يجب أنها تكون في ذهنه ما ممكن تكون غير هيك في ذهنه صح وذاهي قرر بممسك في هالطريق نعم سيدي رسول الله ظهر في مكة ظهر في مكة بوعيثة نعم ودعا إلى وحدانية الله نعم وظل يدعو في مكة 13 سنة 13 عام نعم وفي ناس معه وقت اجعل مدينة بده يتأسيس دولة بتأسيس دولة دولة ومعها دشنا عصر المدن ودشنا عصر المدن ووجه تشريع وإلى آخر يعني عندما توفي رسول الله كان مؤسس دولة كان مؤسسا كان دولة مؤسسة مؤسسة نعم وما أعطى شكل الحكم لأنه النبي وما أعطى شكل الحكم لأنه النبي ما أعطى هالطريقة هي أنه شافوا الرسول كيف بدي كيف توفى شو موقعه هو بتبدي وشو موقعه هو توفى دخل في وعي الناس جيل النبي وجيل هاللي بعده دخل في أنه هاللي بدي يسير رئيس تولي بدي يسير نبي واجت بعد وفاة الرسول إدعاء النبوة طيب صحيح وطحيح للبحث عن السيادة والزعامة بالصبت أي سبب إدعاء النبوة طيب هو سبب سياسي بعد طيب السبب الثاني ليش حاربهم لأنه قد تنتعى النبوة من اللي ليش حاربهم أبو بكر الصديق لماذا حارب المرتدين دعم حارب المرتدين أنه صار كل واحد تساوي دولة لحالهم سياسي مئة بالمئة لكن الجانب الملفت يا دكتور أنه على المستوى التاريخي وعلى مستوى حماية الدولة كان ما قام بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان حقا وضرورة وواجبا تماما إبراهام نيكولين كان نتبه كان بدي يشغل الرق يعني كان عنده هدف نبيل جدا نعم وقام بدي يشغل الرق آمن الزنوب مفصل آمن ساوي حرب أهلية راح فيها مليون وبيعتبره هو المؤسس الثاني للباية المتحدة الأمريكية إبراهام نيكولين يعني من أعظم رؤساء أمريكا جورج واسل طول إبراهام نيكولين هو ساوي حرب أهلية هو الرد يعني نازل مفصلوا بدن يساوي دولة لحالهم أبو منعهم وسبب منعهم كان نبيل سبب سياسي بعد هذا 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 تماما أخذ يعني هو اندرى بحروب أبو بكر ولا ما درى بس هو ذات النموذج ذات النموذج الحرب المرتدينة الحفاظ على الكيان حفاظ على الكيان والكيان عنده أهداف نبيلة كمان مو كيان سبيح طيب طيب هلأ الحروب الردية اللي أهدامت رح أجب لك ياها حروب الرد اللي إيش المرتد الأفراد أي لا يعني حجب لك ياها بالعالم قبل ما يوصل لعنا نعم بالعالم ستالين اتهم تيتو بالردية شو رأيك ستالين اتهم مين تيتو بالردية نعم وشونه بالردية عن ايه؟ ريفيزيونيس لأنه موطري عن شهور ستالين عن هذا وانفصل لواحده ما رضي ينضم للكومنتير لأنه ستالين كان مضيئته طيب أيو لا كلمة ريفيزيونيس المرتد النفسة وثقت عليه بس هذي خلنا نقول لنا هردة سياسية كمان ردة سياسية وقت الردة الجماعية كان إبراهام لنقول لا لا عمورك ردة الفردية اللي فيها عدمات اللي فيها عدمات الردة الفرد سياسية برئة في المئة بامتياج ستالين أعدم أعضاء اللجنة المركزية الأساسيين بحزبهم كان اتهامهم انه انه طلوا عن خط الماركسية رد ارتدوا وعدمهم هالي هنين من أسماءهم هلأ بالذكارة الجنوبية كاملين بخارين هالحكم بالردة الذي يتضمن الاعدام هذا غالبا في عليه بعد سياسي مغالبا دائما فقط طيب تعالي دكتور معي هالي صار بالتاريخ هلأ نحن عنا أعطوا غطاء فقه أي تعال خلنا وأعطوا غطاء فقه اللي عم يخرج عن عن رأي الفقهاء عن رأي السائد الرأي السائد يعني خلنا نقول الآن بما أنه الجانب البارز والواضح في الدولة المدنية أنها متنوعة متنوعة وهذا يقتضي تنوعاً في المهن وفي الوفل وصولاً إلى التنوع في الآراء التي لا تخرج عن القانون أبداً طيب تعال ما أنت ما عم تخرج عن القانون وما عم تمنع غيرك بس اليوم يا دكتور خلنا نقول المؤسسات الفقهية في العالم العربي والإسلامي هي اللي تدير موضوع التوصيف بأن هذا مرتد وغير مرتد وفي حوادث كثير طيب هذه الردة أي أصل موجود لها؟ قلت لك الأصل فقهي أنه ارتد الرد بالمصحف ما فيه غيره طيب الآن مما يشيع في بلداننا كمدخل للاتهام بالردة هو هذه التهمة وهي تهمة الاستهزاء بآيات الله ورسوله الاستهزاء بآيات الله ما العلاقة بالردة إطلاقاً لا بس هي تأخذ على أنها هي ونفذ حكم الإعدام فيها خلنا نكمل فيها بعد الفاصل دكتور حياكم الله من جديد يعني حتى لما جينا نحكي يا دكتور عن التكفير واضح في قوله تعالى وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ هذه آية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين واشمعنا أولا الاستهزاء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها يعني في يكفروا فيستهزأوا بها فلا تقعدوا ماون حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يكفروا بها ويستهزأوا يكفروا بها الكافرين ويستهزوا بها المنافقين المنافقين نعم أعطيك مثال تماما على الاستهزاء بها الأجيب الكاتب الأردني ناهض حتر ناهض؟ حتر حتر ختل حق الكركاتير نعم حتر والكركاتير مهو حطه مأخود من موقع تاني بس هداك صاحبه مجهول نعم أخذوا من الكركاتور نعم وحطوا هذا تماما ينطفيق عليه ويستهزأوا بها يعني أخط الكركاتور الحور العين في اثنين حور العين بس هذا ما يجوز دكتور؟ هاي استهزاء كركاتور هاي استهزاء هاذا استهزاءهم بالله هلا استهزاء بآيات الله همين كانوا يفتهزئ بالحور العين وبالجنة وبالأمور هاي كلها هاي ومني شو أعطاك عقوبته أعطاك عقوبة بس معقوبة الدولة معقوبة السلطة عطاك عقوبة اجتماعية كيف طيب مين ينفذها؟ فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديثة غيرة فلا بس طيب هذا كيف تنفذ مين ينفذها يعني؟ المجتمع يعني هذا رسم هدول بيجي جيرانه والأهالي أنه أخي لا تسلموا عليه ويفكوة عن محل ما ببيعه يعني عقوبة اجتماعية هم يقولون إذا أنتم شفتوا سهزاء فيها ده بقعطوا أما إذا أم هم يقولون أعطاك عقوبة اجتماعية لحتى ما يتدقي للسلطة ما يتدقي الأداة الإكراه لأنه إذا كان لأنه إذا دخلت أداة الإكراه ستقع في لا إكراه في الدين طبعا بس أنت إذا كان المجتمع آطعه كل منظمة حقوق الإنسان تقدر تحكي شيء ولا شيء ولا شيء أنه أنا جاره مع عبد السلم عليه صح وبيع بروح المحل ما ببيعه وهذا بعدين يعني يعني بحزله بس حتى مو طول حياته حتى يعتذر يعني يخوت بحد يقول أنا خلاص انتبت مع بدي وث بالمناسبة فرج فودة يقال فرج فودة وأنه سألوا لي أريد كتبه أم قاله لا لا والقصة قال أيضا على منحا والغتيال نجيب محفوظ نعم قاله لا تحرط نعم طيب أريد ونتحرط لكن ما تشوف يا دكتور أنه المنطقة الآن كلها لا على مستوى الوحي نحن في خوط في مخاض عفوا ننتقل من دولة القرية من القرية إلى المدينة هل الزواجية بتزلتها لكن حتى الأرس حتى الزواج والطلاق بفهوم المقنن لكن خلني يعني أقول لك مثلا في زي هذا الواقع الحالي ما تشوف الآن أنه ربما قد لا تتكرر مستقبلا مثل هذه الحوادث يعني صار في وعي حصلت هذه الحوادث لكي يحصل هذا الوعي لو لم تحصل هذه الحوادث كنا ما وعينا يعني شوف النموذج اللي سوته داعش مثلا النموذج الفقهي البيور ما الذي صنعته في الوجدان العام تجاه التشدد صار في هذه الشديدة يعني إذا كان إنسان نائم نوم شديد بدك تعطيه ساعة ما تصيب منبه للساعة إذا كان نوم أو يبدو منبه أوي هاي المنبهات يعني كل هالحروب هالي صارت هلأ وهالأحداث ضمن قانون التاريخ ضمن قانون التاريخ إلا ونحن غيفوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب الشديد كان ذلك في الكتاب مصطورة فهذه الشيء هو عملية رفض الأحادية من مهما كان نوعا يعني أحادية دينية أو أحادية لا دينية يعني أجبت لك مثال الأحاديات لا دينية الاتحاد والأحاديات الدينية والأحاديات الدينية والأحاديات التي لا دينية مثل صدام وسوريا وليبيا وليبيا خلني أخذ فاصل دكتور تفضل الشراب حياكم الله الجزء الأخير في لعلهم يعقلون حلقة اليوم طيب الآن ما الذي الإعدام هو كما نزل في التنزيل الحكيم هو النفس للنفس أو الحراب ارتكاب المحرمات لا حتى يكون حرابة شوية ارتكاب المحرمات باستخدام العوم باستخدام العوم هذه اللي فيها القطع قد تصل للأحزام هذه قد تصل لأدام طبعا لأنه في احتمال النفي وفي السجن طيب حكينا الآن دكتور قلنا كيف تدير الدولة المسألة الدينية داخليا كيف تدير الدولة المسألة الدينية خارجيا خارجيا ما في مسألة الدينية خارجيا مسألة الخارج أنت علاقة علاقة بالدول مصالح هي علاقة مصالح وتنافس وتنافس فقط اللي هو التدافع التدافع يعني علاقة المصالح وتدافع العربية الوطنية التي في طريقها لمزيد في طريقها إلى أن تكتمل تكون مدنية إلى اكتمال مدنية صح في طريقها هي أكثر وعيا من الدوائر الفقهية بدون أي شك بدون أي شك هذا أنا أقولها وأنا مطمئن مئة بالمئة ولاحظ سيدي رسول الله في شغلة كثير ما ما انتبهوا عليها ناس يعني وقت بالسيرة ما في شغلة كثير يقولوها هيك يعني عرب ما ايوة فايز رسول الله فتح مكة كسر الأصنام بالكعبة أزالها أزالها صح ولا مصح مضبوط طيب وبعت الناس قالهم وين في أصنام ذي لوا حصد هذا الشيء ولا ما حصد هيك لم ما انتبهتوا أنه ما قال لون للناس أنه يلا طعوا هالشاء هالمنطقة دخل للبيوت إذا واحد عنده سنم ببيته ويمو هالفع على ذلك يا أخير هالفشو 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 حفظ على خصوصية الناس حتى ولو كان مشريك يعني ما استخدم القوة ما دخل للبيوت طيب خلني أكمله هي كمان هي لازم كمان كثير نركز عليها أنه محمد كان بهمه العقل الجمعي ما بهمه أنه هذا البيت وهذا البيت فوتوا لعك البيت ما ممكن وهذا وهذا مؤسس الدولة المدنية لازم هيك سأم نعم لأنه مؤسس مؤسس الدولة المدنية اللي قائمة على التنوع على التنوع وقائمة على احترام الفرق نعم طيب خلي في موضوع الفقه دكتور يعني أنت تقول لي أنه لا يمكن لأي دولة اليوم أن تلتزم بالفقه كما جاء يا أخي مثل ما يلبسوا الناس أنتبهوا يعني وقت كان يعيشي واحد ما يأكله ما منكم محمد لأنه كان مثله مثل زي الأقر ما منكم محمد صلى الله عليه وسلم طيب لكن الدولة الوطنية المدنية الحديثة اللي في طريقها أنت تقول لي لا يمكن لها أن تعتمد على الفقه الموروث الموروث أي أما المصحف مطبق لا المصحف طبعا مطبق مطبق والتنزيل الحكيم هذا هو الاتقامي والحنيفية الجزدية الاتقامي والحنيفية يعني لكن الحل بالنسبة لهذه الكيانات سياسيا حتى ثقافيا وحتى اجتماعيا هو نقل مركز التشريع من القرق من الفقه إلى القرق من الفقه الموروث إلى كتاب الله تعالى يعني كتاب الله هو المركز والآلية هي القانون المدني والآلية هي القانون المدني هي بصير دولة حديثة يعني الآن خلينا طيب أسألك الكثير من الأزمات خرجت من الدرس الفقه ولم تخرج من الدولة المدنية الحديثة لأنه لأنه زي خلني أقوله زي موضوع الجهاد هل فيه طبعا بخلاف نموذج ولاية الفقه نعم اللي هو موضوع الجهاد اللي هو موضوعه الجهاد نعم وموضوعه أصلا عقائدي أديولوجي نعم ولذلك يعني النموذج الإيراني هو نعم النموذج اللي تتمثل فيه شكل القرية نعم ومنتهى وطرحوا أنه نشر نشر أحادية بالقوة لأن الأحادية دائما بتنتشر بالقوة يعني بالقناعة ما بتنتشر طيب سنواصل أبرز الأزمات القائمة اليوم واللي يعني قاعدة تمثل إرباكا لصورة هذا الدين العظيم لدى مختلف الأجيال والتي مصدرها وسببها غياب الحس الزمن أي دولة محترمة أنا ممكن الحلقة بما يريد أي دولة محترمة تظهر احترامها احترامها هاي دولة محترمة في أربعة أمور في أربعة أمور حولا هالأمر الأول رجل الشرطة البوليسمان هاللابس يونيفورم نعم محترم الناس تحترمه وهو يحترم الناس معاية هاي الدولة اللي قانوا فيها محترم طيب صحي مباشرة طيب محترم نعم هو بيحترم الناس والناس تحترمه نعم اتنين ثق الملكية مقدس ملكية المكان ثق مقدس ثلاثة النقد أربعة أهم شيء المسائلة لا أهل واقع المسائلة شكرا جزيلا أربعة هذول أجل فوجودين دولة محترقين شكرا جزيلا دكتور محمد شاحروش شكرا لكم بكرة حلقة جديدة لعلهم يعقلون فمعن الله شكرا جزيلا